لازم نفهم إن التربية والتقديم مالوش علاقة بالإيه؟ مالوش علاقة بالعصبية ولا بالزعي ولا بالكلام ده قدوتنا في كده مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة شو رب جيل كامل غير سلوكيات ده غير عقيدة غير عقيدة رجال كان اللي يكلمهم يتوحوا براسه شوفوا بقى إزاي بدون غضب وبدون عصبية بل بالعكس يعني عمره معنف ولا ضرب قط ولا سب ولا شتاة مقط يعني حلمه كان جميل ومع ذلك كان رفيق آه الحكمة والرفق في معاملة النبي عليه الصلاة والسلام يبقى أول حاجة من العصبية وشي ما هاش دعوا بالتقديم خالص نشيل الأمر ده مننا فوقنا عشان لو شلناه من دماغنا هنعرف نكمل بقية النقاط لكن للأسف معظم اللي في قلب وفي عقل الأباء والأمات حتى المربيين أنا هقدبك يعني بصوا بالعين الحمرة وكأن التقديم ده له علاقة أننا لازم أكون حزم وغبان كده وبتاع ده كلام الصح طيب تاني نقطة بتكتبه عارفين اللي ما كتبتهش مش هشوف حاجة أنا مش شايف حاجة أصلا بس بقى اللي عايزة فعلا تستفيد تكتب تاني نقطة ومهمة جدا لكل أب وكل أم ولمربيين كمان لازم تكون قناعتك الداخلية أن العصبية والغضب والغضب بقى اللي معه زعي إنه ممكن أغضب على حرمة من حرمات الله وبقى زعلان وكده لكن في غضب معه شتنه وضربه وحتف حاجات كده وتكسير حاجاته كل كلام ده في العصبية لازم تفهموا أن الغضب والعصبية وما يتبعها مش هيحل المشكلة السلوكية يا جماعة نجيب ميكروفون ونقول العصبية والغضب وما يتبعها من أفعال مش هتحللك المشكلة السلوكية عند أولادك أبدا دي نقطة محورية ومهمة جدا ليه لازم كل أب وكل أم يفهموا الكلام ده فمن فضلك برمج عقلك لتاني مرة ودخل في عقلك كده ودخلي في عقلك ومفهومك كده إن العصبية مش هتحللك المشكلة اسكلة ابنك السلوكية اللي موجودة أولا الغلط اللي بيعملوا ده لا الحلول إحنا هنقولها النهار ده فضل الله هنجيب لكم كذا بديل لكن مش من ضمنها أبدا العصبية تمام كده؟ ها تمام طبعا نسمع على التراضات بقى لا لا بقى الدكتورة هان شوفوا بقى عتراضات الأباء والأمات طب ازاي؟ لا على الأصلا بسمعوش الكلام ومهما نقوله ونبقى طيبين وكده لازم نوريهم العين العمرة ولازم نتعصب عليهم وكده ولبقى في حزم ولازم لا 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 والشدة والزعيق عشان يلتزموا احنا النهار ده زي ما قلت لكم هنتعرف ازاي نتجنب ده بس تاني العصبية ايه؟ احفظوا مش هتحل المشكلة السلوكية هيفضل هو فاكر الضرب وفاكر الايانة وفاكر الغضب لكن مش فاكر انت بتقوله كده ليه انت ظالم انت بتعمل فيها كده ليه يبقى لازم العقيدة دي تتغير جواك ودي تاني حاجة طيب ممكن كمان يجي يرد الأباء يقول لك ايه؟ احنا بص جربنا جربنا لانت بتقوليه ده ولا سيبك بقية تربية الايجابية ولا سيبك من التربية كل الكلام ده جربناه هدوء ايه؟ ايه؟ ايالي دول ما نفعش معهم هدوء قصة وقصة لكن ما جابش نتيجة يا الله مع اولاد صدقين يا دكتور ما جابش نتيجة ارد عليك واسألك وخليك صدقة انا باسألك يالي قاعدة تفرج قدامي دلوقتي اسألك سؤال بسيط جدا هو انت جربتي تعملي كده في الهدوء مدة قد ايه؟ شهر اسابيع سنة انا بقلي سنة مواصبع كانت خليك صدقة انا عارف الرد طبعا لان الموضوع يعني التربية والتأديب وتعديل السلوك مش تجربة هي مش تجربة نقعد نجربها اسبوعين ثلاثة شهر شهرين لا 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 مش كده خالص ده موضوع طويل لازم نلتزم بيه على قامة طويل مش بينتهي الأمر ليه؟ لاني دي عقيدة وسامت سامت مستمر في التعامل مش تجربة تقويم السلوك وخلاص لا ده موضوع بياخد وقت مش شهور ولا سنين لا دي معايشة ومحكاة وهنقولي الكلام ده اللي هترد علي بيها لو انا ما استخدمتش العصبية او الشدة او الغضب بالكلام دي